وقد أدان الأزهر الشريف بشدة الهجوم الإرهابية البغيضة الذي وقع في كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين أكد الأزهر أنه لا يوجد بأي حال من الأحوال مبرر لتلك الأعمال الإرهابية البغيضة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة والأديان السماوية كافة داعيان إلى ضرورة العمل على التصدي لأعمال العنف والتطرف والكراهية والتعصم كما حضر الأزهر من تصاعد خطاب العنف والكراهية